يا الله والله بالجميع معاكم الوجيه حياكم الله يا جماعة نورت وانست زي كل مرة انتهت رحلتنا مع أنيمي وانبيس أخيرا قبل فترة أخيرا انت قلت أخيرا يا وجيه هانت عليك يا وجيه الرحلة علشان تقول أخيرا أخ أيوالله أخيرا كلمة ووصف خاطئ رحلة وانبيس يا جماعة ما هي من الرحلات اللي ممكن تقول عنها أخيرا أنا لي خمسة شهور تقريبا أتابع وأراجع وانبيس ومع ذلك شعور اقتراب النهاية حاجة مرة مقادرة استوعبها فما بالكم بالناس اللي كبروا ويتربوا مع وانبيس أتوقع يا جماعة أنه في أعمال كثيرة ليست كلها ولكن في أعمال كثيرة فعلا الواحد يقول عنها أوه أخيرا انتهت وانبيس صعب تقول عنه هذه الكلمة صراحة لأنه حرفيا من أقوى الأعمال اللي ترتبط فيها وبشخصياتها وصعب جدا تقول لها ودان يا وجيه ترك خلصت الأنيمي ووصلت لما وصل إليه الناس روقنا الأنيمي والمانغا لسه مطولين أهجد بلاش دراما طيب يا جماعة قبل ما نبدأ يحتاج أذكركم بالحركات اللي لازم تسووها قبل كل فيديو ياب أعتقد أنك تحتاج تذكير وجل لمن لا يسهو عزيزي الوجيه وعزيزي القرصان أبغاك تحط لي لايك على الفيديو لو أعجبك وخلونا نحاول نوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات لأنه ليش لا؟ القراصنة والونابي سيستطيعون واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات وتعال تابعونا لمواقع التواصل اجتماعي وسير فرض ديسكورد وكمان قناة الألعاب كل هذه الحاجات موجودة في صندوق الوصف غير كذا عزيزي الوجيه أربط لحزامك وخلينا نبحر في عالم وانبيس ونتكلم عن الأنيمي من بداية أركوانو وإلى ما وصلنا إليه في أركوانو أو على الأقل المكان اللي وقفت فيه أنا طيب يا جماعة معظمكم عارف أني بدأت أتابع مانغا وانبيس بمجرد ما خلصتها الأنيمي أو بمجرد ما وصلت إلى ما وصل لها الناس أتوقع من وقتها إلى هذا اليوم نزلت يمكن أقل من 6 حلقات أو يمكن 5 حلقات فلذلك انطباع اليوم راح يكون انطباع أقل عمقا عن العادة بمعنى أن تحرياتي راح أحتفظ فيها النفسي لأنه صراحة قراءة المانغا أعطتني إجابات كثيرة كنت أبحث عنها أو على الأقل أعطتني القدرة على التحليل بشكل أدق وبعض الإجابات اللي وصلتني من المانغا كانت لأسئلة انطرحت في أركوانو وكمان لأسئلة انطرحت قبل أركوان ففكرة أني يعطيكم أي تحريات أو تحليلات في الوضع الراهن ما راح تكون فكرة جيدة يعني للأمانة الأخلاقية وعلشان لا أقول شيء مفروض ما ينقال وتزعلون مني ونزعل من بعض بالغلط فرح نسولف عن الأمور الفنية والإنتاجية وعن أهم الأحداث والقتالات اللي شفناها في الأنيمي أي شيء غير كذا راح نأجل إلى مراجعات المانغا واللي راح تنزل بشكل منفصل وبشكل أسبوعي مع كل فصل حلو الكلام؟ حلو الكلام أول حاجة يا جماعة خلونا نتكلم عن ضخامة وروعة الإنتاج في هذا الأرك أو أرك وانو مع الوضع في عين الاعتبار أنه وان بيس هو أنيمي أسبوعي ويتطلب جهد كبير جدا لإنتاج حلقات بهذه الجودة مقارنة بعامل الوقت المتاح ما بين حلقة والثانية ألوان، مؤثرات، تصميم قتالات، الرسم، تحريك، تضليل حاجة للأمانة مبهرة وفاخرة من الآخر اللي شفتها في أرك وانو خير أن المشاهد القتالية في أرك وانو بالتحديد يا جماعة صارت ممتعة بشكل ما ينوصف صراحة بعض القتالات تتابعها مرة ومرتين وثلاثة وانت مبسوط في قدر عالي من الفلوس والجهد واضحين جدا أنهم انصرفوا على هذا الأرك وإن شاء الله أن مستوى الإنتاج يستمر بهذه الجودة حتى بعد أرك وانو حتى الهاكي وقتالات السيافين صار لها جو أجمل بكثير من قبل حقيقي يا جماعة في قتالات كثيرة في أركات سابقة كنت أتمنى أني أشوفها بنفس مستوى الإنتاج اللي تم في أرك وانو وكل دا كوم والموسيقى التصويرية في أرك وانو كوم ثاني لا حقيقة يا جماعة واضح فعلا أنه الأرك هذا ما هو شي سهل بالنسبة لأودا وطبيعي صراحة كونه مقتبس أشياء كثيرة من الثقافة اليابانية واليابان وأساطير اليابان بكبرى فمن ناحية الإنتاج أرك وانو حاجة فوق الوصف فعلا أول ما بدأت أرك وانو أصلا حسيت بالفرق على طول وكأن الاستيديو قفز قفزة بالزمن في شكل الإنتاج يا شيخ أنا ودي يا جماعة أسوي يوم من الأيام فيديو عن أفضل شخصيات أطفال في عالم وانبيس أو في عالم الأنيمي بشكل عام لأنه فعليا في وانبيس في شخصيات أطفال ولكن ما هم مجرد أطفال أبدا أودا حتى بعض الشخصيات الصغيرة يعطيها حقها وزيادة في الكتابة سواء كماضي أو كبناء شخصية أو حتى كفائدة داخل عالم وانبيس وأعتقد أنك فهمت قصدي وممكن توقعت الشخصية اللي أقصدها ياب أتكلم عن الطفلة الرهيبة والجميلة أوتامة واللي ظهرت فائدتها وقيمتها لعالم وانبيس في أركوانو بمجرد ما قابلت لوفي واستخدمت فاكهة الترويض تبعها والله من يفاكر اسمها ولاحقا طلعت فائدتها الأكبر لما بدأت معركة ونيقاشيما الكبيرة وزادت صدمتي بهذه الطفلة الرهيبة وزاد إعجابي فيها غير إنها شجاعة وعندها قدر عالي من الشهامة وعزة النفس لما عرفت إنه لها ارتباط وماضي وقصة مع أيس صدمة وفرحة ما كنت أتوقعها غمرتني وقتها لما عرفت إنه أيس كان له تواجد سابقا في وانو أيس بالنسبة ليه جماعة صار جزء من الماضي مش بالمعزة والتقدير وحبي لهذه الشخصية لا والله أيس من شخصيات مفضلة ولكن في تواجده داخل قصة وانبيس توقعت إنه دوره انتهى لأنه حقيقة من بعد المارين فورد ومن بعد فلاشباك أيس وسابه لوفي ما كنت أعتقد إنه راح أشوف أيس مرة ثانية أو على الأقل ما كنت أعتقد إنه أيس ممكن يكون له آثار في مواقع ثانية من قصة وانبيس ولكن يبدو أن أودا عنده كلام ثاني يا جماعة وما زال أثر أيس موجود حتى في مستقبل وحاضر قصة وانبيس وإرادة روجر اللي مررت لأيس ومنها للوفي ما زالت تؤتي تمارها في وانو وهذا رد على كل شخص يقلل من قيمة أيس إيوا أقصدك أنت إحسام أي شخص يقول إنه أيس مواخذ أكبر من حجمه أحب أذكرك إنه أيس كان أحد أسباب بناء شخصية لوفي لوفي بطل وانبيس وأقصد بكلامي الفلاشباك تبعهم هو وسابو لوفي ولأقول لك حاجة تعال خليني أذكرك على السريع إيش هي فائدة أيس في أنيمي وانبيس وفي عالم وانبيس أول حاجة أيس ضحب حياته في المارين فورد علشان لوفي يعيش واللي على ضوء تضحيته لوفي قرر يصير أقوى وجال السنتين يتدرب مع ريلي بمعنى إيش لو لا تضحيت أيس لما عاش لوفي ولما أصبح لوفي أقوى أيس يا جماعة كمان كان السبب في استعادة سابو لذاكرته وهذا سبب عن مئة سبب ثاني ممكن نقولها فلولا موت أيس في المارين فورد لما عادت الذاكرة لسابو ولا راح من بعدها وعلى ضوءها يأخذ فاكهة أيس ميندريس روزا وغير كل الفوائد القليلة في عددها ولكن الكبيرة في أثرها داخل عالم ومبيس كمان أيس كان له تواجد مهم جدا في وانه سابقا ومش بس كان صديق لأتامة الصغيرة وأعطاه هدف في الحياة وخلاها تصير أقوى كمان كان جزء من رسم توجيهات ياماتو اللي هي بنت كايدو ياب تخيل أنه أيس شارك بشكل غير مباشر في بناء جزء من شخصية ياماتو وما يحتاج أذكركم بكمية الفائدة والأثر اللي أضافته ياماتو لحرب ونيقاشيما ولقصة وانبيس ومثل ما قلته بالرغم من أنه أيس مات ودفنت جثمانه بجواره العظيم اللحية البيضة إدوارد نيوغيت صاحب ثاني أعلى مكافأة في عالم وانبيس إلا أنه أيس أثره ما زال موجود في القصة وبكل قوة اتفقنا يا أخوان أتوقع اتفقنا إن شاء الله الحين أتكر زمان يا جماعة حكت لكم إن لوفي شخصية جدا رهيبة وشخصية دائما ما تنتصر لكل جزيرة وكل أرض يحط رجله فيها وكل جزيرة يدخل لها لوفي ينتهي بها المطاف منتصرة من أرك أرباستا وإلى دريس روزا في أرك وانو يا جماعة للأمانة ما كنت أعتقد إن لوفي رح يبدأ يتحرك مباشرة بحكم خطة التحالف وخطورة بلاد وانو جيش كايدو بشكل عام فكنت أتوقع إن لوفي ما رح يبدأ يتحرك في وانو إلا بعد مدة طويلة من دخوله ولكنه فاجأني اللئيمة المحبوبة التنك القادح اللي ما يخاف من أحد إنه بمجرد دخوله لوانو على طول بدأ يتحرك وراح وقاتل ودبج في جيش كايدو وقدر في بداية الأرط ومن بدري بدري إنه يوفر الأكل والشرب وما لذ وطاب للناس الجيعانة في جزيرة وانو وكأنه يبغى يوصر رسالة لكل سكان بلاد وانو إنه القرصان اللي وصل لكم هذه المرة مش كأي قرصان وفكرة سرقة الأكل وأطعام الناس الجيع ما هي إلا خطوة صغيرة وبداية لفتح جديد لبلاد وانو إن شاء الله وبالفعل قالوا فعل لوفي وشفنا الحد ما وصلنا في الأنيمي كمية الأشياء الرهيبة اللي قدر لوفي وطاقم وجيش التحالف يعملوها إذا لوفي ما كان واحدة من أروع الشخصيات المكتوبة في عالم الأنيمي أنا ما أعرف وش ممكن نقول عنه وكل آرك وكل حدث وكل انتصار لهذا البطل الصغير يخليني أقتنع بكلامي أكثر وأكثر وإذا مو اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة يوما ما أوعدك يا عزيزي الوجيه لوفي راح يتربع على عرش أفضل الشخصيات في عالم صناعة الأنيمي ويمكن في عالم صناعة القصص بشكل عام عموما نرجع لموضوع القتالات في آرك وانو صراحة من أكثر الحاجات الممتعة في هذا الآرك مثل ما قلت كانت القتالات رسما تحريكا وتصميما سواء قتالات لوفي وزور وسانجي أو قتالات لاو وكيد وكيلر أو أيا كانت القتالات الفاخرة والمهمة اللي شفناها ولكن السلطنة والشيء العجيب اللي تم في القتالات فعلا وبدأت أشوف فيه شيء فعلا يخليني أنطرب وأقوم من على الكرسي لما بدأت المعركة الطاحنة ما بين جيش التحالف تبع لوفي وجيش كايدو تقريبا معظم القتالات المهمة مع كايدو سواء المرة الأولى اللي نهزم فيها لوفي مع كايدو كنت تتوقع أنه ينتصر من يعارف ليش أو قتالات الأغماد ضد كايدو أو حتى قتالات لوفي وزورو لاو وكيد وكيلر للأمانة الإنتاج في القتالات المهمة في أرك وانو شيء يثلج الصدر ويمتع العين غير كذا يا جماعة بالحديث عن كايدو يا جماعة تقديم شخصية كايدو للمرة الأولى ما يحتاج أحكي لكم تقريبا واحد من أقوى تقديم الشخصيات في عالم ونبيس كان تقديم شخصية كايدو وبعدين في وانو تم إعادة تقديم شخصية كايدو ولكن هذه المرة مع فاكهته وخروجه من تحت السحب بتنينه العملاق هذاك يا لطيف يا شيخ إذا ما كان هذا أفخم دخول ممكن تشوفه في أرك وانو أنا معرف ويش يكون بعد دخول لوفي عليهم بحلقة 2015 يا لطيف يا شيخ دخول فاخر ومرعب إيش هذا يعيال كايدو كشخصية شريرة والله أو دمدلع والله العظيم أو دمدلع كايدو ومعطيه حقه وزيادة خروج تنين كايدو للمرة الأولى كان فوق ما كنت أتصور شيء مرعب وفعلا يوريك حجم قوة هذه الشخصية فضلا أني ما كنت متوقع أصلا أنه كايدو ممكن يكون عنده فاكهة تنين يا ساتف هل كذا يا جماعة من ناحية الكتابة شخصية كايدو شخصية عميقة جدا صح أنه ما نعرف كثير عن ماضيه ومفروض ما نقول عنه شخصية عميقة جدا بس الخطابات والحوارات والكلام اللي يطلع منه أقسم بالله الكلام اللي يقوله كايدو دائما يكون كلام من ذهب صح أني أختلف مع مبادئ كايدو وأفكاره بس للأمانة يا جماعة كايدو عنده نظرة واقعية جدا وتعيسة لعدة جوانب في الحياة أنا ما ودي أقتبس مقول الكايدو وتطلع من المانقة بالغلط بس كل كلمة تخرج من فم كايدو سواء في جده أو سخريته لازم تركزوا فيها لأنه دائما ما تكون كلمات عميقة ورنانة فعلا الآدمي تحسوا كذا فاهم أم الحياة ومدقدق أكثر من أي شخصية ثانية في ومبيس فبناء شخصية شريرة ومرعبة ولها هيبة مثل شخصية كايدو ما كانت حاجة سهلة أبدا أنا سبق وقلت أنه دوفلمينغو أحد أعظم أشرار ومبيس وما زلت عند كلامي دوفلمينغو أحد أعظم شخصيات ومبيس أو الأشرار اللي في ومبيس بس معلش كايدو ما رح أقول عنه أحد أعظم أشرار ومبيس كايدو إلى حد ما وصلت هو بلا شك أعظم أشرار ومبيس لا محالة هو حضور هيبة كلمات مثمنة تخرج من فمه شخصية وإن اختلفت مع مبادئها مثلي إلا أنك رح تحترمها وتقدر وجودها داخل عالم ومبيس ومعليش يا جماعة في أشرار فعلا أقوية في عالم ومبيس بس قليلين جدا اللي ممكن يكسبون احترام المشاهد ولو فيه قائمة لهذه الشخصيات راح أعملها غالبا كايدو راح يتربع على عرشها من دون شك عموما يا جماعة نرجع لموضوع القتالات ثالث مرة في أركوانو واحد من أكثر الأشياء اللي اقشعر لها بدني الأمانة بالرغم من أنها انتهت بهزيمة شنيعة كان قتال الأغماد أو أتباع أودين ضد كايدو يا أخي كانت لحظة تاريخية ومنتظرة بشكل ما راح أقدر أوصفه إنت كمتابع عادي ممكن تستوعب الفكرة وممكن لا بس ترى نتكلم عن ناس عندها رغبة عجيبة في الانتقام نتكلم عن ناس سافرت عبر الزمن نتكلم عن ناس رايحة تقاتل كايدو لغرض الموت ما همهم بس الانتصار إما ننتصر أو نموت نتكلم عن ناس اضطرت تنتظر عشرين سنة لأجل هذا الانتقام كل الأغماد قاتلوا ببسالة وحاولوا ينتقموا لقائدهم أودين ولكن للأسف بطل قصتنا مش الأغماد وإلا كان انتصارهم على كايدو بيكون حاجة مرة تثلج الصدر صراحة أي نعم هم من انتصروا على كايدو ويبطون عظم مع حبي واحترامي لهم مع عدل كلب كانجيرو بس جاتهم لحظات حسوا فيها بشوية انتصار أكلوا عيش مع كايدو قارعوا حبتين مع أنه كلمة قارعوا مكروها عندنا في البث بس مش مشكلة وأعتقد أن أودا أعطاهم لحظات مرضية جدا في قتالهم مع كايدو من ناحية القصة ونرجع لابن الكلب هذا كانجيرو أنا لو بيدي يا جماعة دخلت من الشاشة وكسرت أم الفرشة حقته فوق رأسه الواطي وطعنتها فيه الله أكبر عليك يا ظالم لا عيش لا ملح لا عشرة أكلت معاك إيش أم الشخصية الكريهة والمريضة اللي كتبتها هذه يا أودا بالرغم من أنه موضوع خيانته مبرر إلا أنه مر قهرني الخاينة الزبالة الحقيرة الرمة يا أخي أنا أعتقد لو أنا كنت مكان كانجيرو وكنت بالفعل يعني عميل سرري كده متكي وسطهم وعندي نفس توجهاته اللي تبناها في البداية ولكني أكلت عيش ورحت وجيت وطلعت ونزلت مع الأغماد ومع أودن كنت راح أغير توجه إلى محاله وأبيع أم القضية تبعه رتش الكلب يا أخي جاتك فرصة نغمس مع أودن والأغماد وجاتك الفرصة أنك تشوف الوضع السياسي من منظورهم وتشوف الظلم والخيانة اللي تعرضت لها بلادوان وشعبها ومع ذلك ما تحرك فيك ساكن وظليت متمسك بدورك الحقير يا أخي خاف الله على الأقل وريني شوية ملامح ندم على وجهك عشرة عمر قضاها مع أودن وأتباعه وتقمص دور ابن كلب وعاش بينهم وأكل معهم ومع ذلك ظل حقير إلى النهاية قبح الله وجهك يا شيخ فوشي فوشي كلب كلب مفروض من البداية نكون نعرف أنه لا والله يتخسي وتعقب يا وجيه ما عرفت كنت متوقع أنه كمون كينمون ضعيف الله جلست تتهم فيه أنا أسف يا كينمون والله ما زلت أعتذر وراح أظل أعتذر إلى نهاية ونبيس توب شخصيات كريهة في عالم الأنيمي راح يتربع على عرشها الحيوان هذا وأردش معاه كده توب إثنين يتقوا كده في التوب ون يتحاشروا مع بعض على التوب ون يقلع أم الشخصيات الكريهة اللي كتبتها يا ودف هذا الأرك خاف الله نرجع الموضوع كايدو كايدو يا جماعة يحب القتالات ويستمتع بالقتالات وجزء كبير من هذه المتعة لقيها مع لوفي وهذا أحد الجوانب اللي أنا أحترمها شخصيا في كايدو كايدو إذا شاف خصمه قوي يحترمه ويعطيه حقه في المقارعة نرجع ونكرر كلمة مقارعة مشؤومة في البث عندي بس ما عليه في اليوتيوب وضعه مختلف إن شاء الله قتالات لوفي وكايدو رائعة وممتعة لوفي يطيح يرجع يقوم ويقاتل يرجع لوفي يطيح ويقوم مرة ثانية ويرجع يقاتل وكايدو شاي للجزيرة وقاتل النون وما يعلمون ومع ذلك كايدو كان في قمة المتعة في قتاله مع لوفي كايدو في القتالات وتجسيد القوة والهيمنة شخصية رهيبة فعلا طيب يا جماعة خلونا نتكلم بشكل سريع عن الحلقة 1015 واللي الناس كلها جلست تطبلها وتثني عليها لدرجة إنه سقف طموحاتي وصل إلى مجرة ثانية يا رجل ما راح أقول لكم إنه حلقة 1015 ما هي حلقة أسطورية ولا راح أقول لكم إنه حلقة 1015 ما هي حلقة تاريخية حلقة رائعة وممتعة وجميلة جدا إنتاجيا ومن كل شيء بس الهايب والحماس اللي اعطيتوني إياه كنت متوقع إني بشوف مصيبة ما شوفتها في حياتي كلها يا رجل كنت متوقع إني بعرف حلم لوفي حرفيا وآخر شي لقمت على وجه حلقة 1015 قوية إنتاجيا وتكاد تكون أسطورية أكثر من كونها قدمت حدث فعلا قوي رسم تحريك قتال دخول لوفي على كايدو والبيج مام الميوزيك المؤثرات شي من أروع ما يكون حوار كينمون مع لوفي وطلبوا أنه يحمي وانو ويشيلها على ظهره فلاشباك إيس معي ماتو حاجة من أروع ما يكون ما فيها كلام حتى الفريمات يا رجل اللي رسمها أودا في هذا الفصل بالتحديد أو في هذه الحلقة بالتحديد كانت من أروع ما يكون والاستيديو ما قصر في إنتاجها بس من وجهة نظري من وجهة نظري فلاشباك أودن وروجر واللحية البيضة أفضل بكثير من الحدث اللي صار في حلقة 1015 مش إنتاجيا أتكلم عن الحدث وقيمة الحدث وإيش أضاف هذا الحدث للقسم وبالحديث يا جماعة عن روجر وأودن واللحية البيضة خلونا نأخذها حبة حبة أول حاجة يا جماعة أنا ما توقعت شخصية أودن تكون كذا أبدا ما أقصد شكلا ولكن ككتابة وتصرفات تفاجأت صراحة أن شخصية أودن شخصية جدا مريحة شخصية تعشق المغامرة والخروج عنه مألوف ياخي بعدين أودن رهيب رهيب مرة رهيب لما وصل اللحية البيضة الوانو أول مرة ما رح قدم نفسه على أنه مستضيف ولأنه شخص يرحب فيهم على والله سلام عليكم تفضلوا عندنا لا عارف أنه أفضل طريقة للخروج من وانو هي مع اللحية البيضة ومباشرة بدأ يقاتل اللحية البيضة في معركة فرد واستعراض عضلات وكأنه أودن لما رحب باللحية البيضة بسيفه وقتاله كأنه يقول له هاي أنا لو جيتهم بالطيب راح يشوتوني غالبا لازم أوريهم أني قادح وقاحي وقوي علشان يضموني لهم وبالفعل قدر في نهاية المطاف أنه ينضم لللحية البيضة ويطلع معاهم للبحر أوكي مش بسهولة طبعا بس أنه نضم في النهاية غير أنه أودن شخصية مجنونة ومرحة وغير مبالية قوة أودن صراحة أمر ما رح نختلف فيه مش بس القوة البدنية حتى قوة القلب وقوة الشخصية يعني شاف اللحية البيضة أول مرة وقفز عليه وقاتله وأي جزيرة يدخلونها ينزل من السفينة جري ويروح يدور قتال وأول ما وصلوا عند الجزيرة اللي فيها روجر نزل يركض ويجري باتجاه روجر على أنه روجر أعطاه على إذنه ورجع عشرين كيلو وراء إلا أنه هذه هي اللحظات اللي توريق قوة شخصية وشجاعة أودن أودن مقدام ما يخاف من أحد لو إيش ما طلع قدامه يقدح وفي تشابه بسيط للأمانة بينه وبين القدحة اللي في لوفي أوكي لوفي أقل منه هذا مرة مجنون من تهي صراحة ينزل من السفينة يجري يروح يضارب أي شي قدامه إنسان ولا حيوان ولا عملاق ولا وحش بحر فخلاصة الكلام يا جماعة أنه أودن عنده ثقة وقوة في النفس عجيبة جدا أنا بس والله حزين على سخرية القدر اللي حصلت لأودن جلس طول عمره يرد أودن ما يعتبر أودن إذا ما كان مغلي ومات للأسف في قدر والزيت يغلي من تحته الله يسامحك يا أودا الله يسامحك يا أودا على النهاية المأساوية هذه غير إنك عريت أودن وسط وانه وغير إنك خليت يرقص وسط بلاد وانه هو مفصخ وغير إنك خليت وينغدر فيه أكثر من مرة آخر شي تخليه يموت في قدر زيت مغلي أحى يا أودا ليش القسوة هذه؟ قاسي قاسي يا أودا يا جماعة عموما يا جماعة شخصية أودن شخصية جدا رائعة وبالنسبة لي هو من الشخصيات القيمة جدا في عالم وانبيس شوفوا يا جماعة أنا حبيت اللحية البيضة بعد المارينفورت وصنفته كأفضل شخصية في عالم وانبيس بالنسبة لي ولكن بعد فلاشباكه مع أودن وبعد تصادمه الرهيب والعجيب مع روجر أخ يا جماعة ما أعتقد أني راح أحب شخصية مثل حب اللحية البيضة وبالحديث عن تصادم روجر واللحية اللي كانوا حاضرين البث فاكرين انبهاري بدخول اللحية البيضاء وطيرانه في السماء كان بنفس قدر انبهاري بتصادمه مع روجر والهاكي الملكي يا الله ما أحلى هذاك التصادم يشهد الله عليه يا جماعة أني عدت هذاك التصادم أكثر من عشرين مرة والله يمكن أكثر تصادم روجر واللحية من أجمل وأقوى اللحظات في عالم الأنمي وصراحة يا جماعة القدماء في وانبيس لهم هيبوا حضور عجيبين جدا روجر اللحية قارب كايدو أودن القدماء في وانبيس أودا أبدع في كتاب هيبتهم وحضورهم حتى التقدير والاحترام المتبادل بينهم يا شيء مطبيعي روجر واللحية وأتباعهم ظلوا يتقاتلون لمدة ثلاثة أيام بلياليها ومع ذلك انتهى القتال بتبادل الهدايا والضحك والسواليف وهذا يوريك انه علاقة روجر واللحية ما هي مجرد عداوة أو هيمنة الاثنين هذول يا جماعة بينهم حب وتقدير واحترام عجيب جدا روجر انحنى أمام اللحية البيضة علشان ياخذ منه أودن لمدة سنة وأكاد أجزم وأحلف بربي انه روجر ما راح ينحني لأي أحد ولكن حبه وتقديره وعلاقته الرهيبة باللحية البيضة أمر مختلف واستثناء آخر تماما أما بالنسبة للروجر وشخصية روجر وجمال روجر وعلشان أكون صادق معاكم أنا كان عندي تصور مختلف عن روجر في بداية الأنيمي لما قدموه على منصة الإعدام في أول حلقاته كنت أعتقد أنه هذه شخصية شديدة وكلامها قليل وضحكها أقل بس في الفلاشباك هذا انصدمت بشيء مختلف تماما روجر يا أخي شيء مختلف شيء رهيب شخصية كده فول بكيج تبغى كاريزما وقوة تأثير فيه تبغى قوة وهاكي ملكي من أقوى ما يكون برضو فيه تبغى قدحة وقدرة عجيبة في تحقيق هدفه برضو فيه تبغى شخصية تمزج ما بين الكوميديا والجدية كمان فيه تبغى شخصية عندها القدرة على التأثير في العالم من حولها برضو فيه كل هذا كوم يا جماعة وضحكة روجر عند لفتلكوم ثاني أخي يا روجر والله إني ما أمزح يا أخي ليتني كنت أحد أفراد طاقمه شخصية خيالية يا وجيهة أفراد طاقمين يا تنكة الذي درجة وصلت أنا من كثر ما عجبني لحده أموت وعرف ليش يضحك روجر ليش يضحك روجر طيب يا جماعة بحكم أنه موضوع لافتيل وضحكة روجر مرة بعيدين اسمحوا لي أهبط شوية وماهو نظرية بقدر ماهو تحليل للحده أول حاجة يا جماعة سبب ضحكة روجر مش بالضرورة يكون لأنه اللي قدام روجر كان شي ضحك مش معناته أنه الوان بيس طلع باقي لا ولا بالضرورة يكون اللي قدامه شي ما يسوى التعب يعني ممكن كان يقول أحى أنا سنتين ومدرس سنوات كثيرة وأنا لف في البحر وآخر شي يطلع على الوان بيس كده شي كلام فاضي وأقعد أضحك لا ضحكة روجر كانت ضحكة سعادة وتحقيق الحلم يا أخي أنت تخيل أنه روجر أخذ لفتين على البحر طلع ونزل وقاتل وسلطن وعمل عماية جمع بونغلف جيب معلومات تسلف أودن من اللحية ابني سفينة قاتل تمرد وهرب روح وتعال وأخيرا جات اللحظة اللي وصل فيها للجزيرة الأخيرة أو جزيرة لافتيل إيش تتوقع منه؟ أكيد بيضحك ويلطم ويصيح من الفرحة ضحكة روجر يا جماعة تفسر كل عناء وتعب السنين اللي واجهه روجر غير كده يا جماعة شخصية روجر شخصية مرحة جدا وجوي بوي اسمه جوي بوي الفتى المرح ولما روجر قال أتمنى لو أني عشت في زمنك يا جوي بوي ممكن فعلا أنه الزمن اللي كان جوي بوي عايش فيه كان زمن مليان سعادة ومرح وأشياء جميلة أنا ما رح أتكلم كثير عن الجوي بوي لأنه ما يصلح صراحة في الوقت الحالي بس صدقوني ضحكة روجر قد تكون أجمل وأروع وأفضل حدث ممكن يكتبه أي شخص لشخصية حققت هدفها بعد عناء سنوات أوكي يا جماعة قارب طلع معضل مرة معضل حكاية أنه سدح أم الروكس في جزيرة جودفالي هذه بحد ذاتها خلتني أستوعب ليش سموه بطلة البحرية كنت متوقع أنه كذا فيه قصة ثانية مش دي القصة غير كذا فكرة أنه قارب استعان بروجر لقتال الروكس هذه تثبت نظرية أنه القراصنة قد يكونوا شكلين في البحر أو على الأقل من وجهة نظر قارب في هذه اللحظة أنا عندي تحليل وليس نظرية شاركتها مع اي اي شو في أحد البثوث تحليل هذا يدعم جدا فكرة أنه قارب ينظر للقراصنة على أنهم شكلين قد يكون تحليلي غير متماسك بحكم قلة الأدلة حاليا بس إن شاء الله أنه هذا التحليل رح يكون صحيح أو قريب من الصحة مستقبلا التحليل كالآتي يقول لك مثل ما أنه روجر يمثل الخير والقرصان الطيب في عالم وانبيس والإرادة هذه وصلت إلى لوفي فصار لوفي بطبيعة الحال يمثل الخير ومثل ما القرصان زيبك يمثل الشر والقراصنة الأشرار في عالم وانبيس فإرادة زيبك الآن راحت عند من؟ يا السلام عليك راحت لعند اللحية السوداء أو تيتش أنا زمان كنت أعتقد أن الدي تمثل الخير في عالم وانبيس ما نعرف ليش كذا في نظرية بنت في مخي أن الدي ناس طيبين ومستحيل يكون تيتش من الدي وممكن يكون كذاب كمان ولكن بعد موضوع الروكس أنا أعتقد أن الدي عبارة عن قسمين قسم يمثل الخير وقسم يمثل الشر روجر يمثل الخير وانتقلت هذه الإرادة إلى لوفي وزيبك يمثل الشر وانتقلت إرادته إلى التبن تيتش ولو في يوم راح نشوف اتحاد لو في يوم راح نشوف اتحاد ما بين خير الدي وشر الدي راح يكون اتحاد لوفي وتيتش لإسقاط حكومة العالم يعني كلام يعني مرة صعب بس خلوني أقول ويمكن يطلع صح ودعما لكلامي يا جماعة قارب قرر أنه يتعاون مع الدي فرع الخير حلوة فرع الخير ها اللي هو روجر لإسقاط زيبك اللي هو الدي فرع الشر ليش قارب يتعاون مع روجر اللي هو قرصان وليش روجر يوافق أنه يدعم البحرية فكروا فيها معناته أنه فعلا زيبك يمثلون دي الشر أو فرع الشر هذا تحليل المتواضع لقضية وجود نوعين من الدي هذا لو كان فيه نوعين من الدي أصلا دي الخير يمثلهم لوفي حاليا ودي الشر يمثلهم تيتش شكاشي عندي تحليل ثاني برضو قلت لكم قبل شوية أني كنت أعتقد أنه تيتش يكذب وأنه الدي في اسم تيتش مزيفة وغير حقيقية عندي تحليل ثاني يقول أنه فعلا الدي تمثل الخير فقط ولا شيء سوى الخير وأي شخص يحمل في اسمه دي زي تيتش وزي زيبك أو أي شخص شرير وحقير وغدار يحمل الدي في اسمه فهو كذاب ومحتال وسارق لإسم الدي لأغراض ثانية إيش هي الأغراض اللي خلتهم يدعون إنهم من الدي الله أعلم ولكن ممكن لأنهم يعرفون أن الدي هم أعداء التنانين السماوية تاريخيا فحبوا يدخلوا نفسهم في هذا الصراع التاريخي بطريقة ما وحطوا اسمه دي كده في النص والله ما نعارف يعني قاعد أشارك معاكم تحرياتي المتواضع على أكثر نرجع للكلب أوروتشي الرخيص أنا ما ودي أكثر كلام عنه صراحة لأنه والله ما يستاهد ولكن أعتقد أنه أوروتشي أرخص وأسوأ شرير كارزما بريال مبادئ بريال الخيانة والغدر عنده بريال شكل شخصيته وتصميمها كمان من أبشع ما يكون وكمان الاستيديو أعطاه أداء صوتي زي الله يكرمكم وجع والله ياهو غثيث والله ياهو غثيث فلذلك ما رح أعطي أكثر من كذا في الفيديو هذا كفاية حريقة حرقه حقيقة فواكه السمايل آه يا فاكهة السمايل إيش سويت يا كايدو في شعب وانو الله أكبر عليك يا كايدو ويش سويت من مصيبة منك لله ياهودة أنت وقلمك منك لله كيف أنت مبدع في كتابة التعاسى والبؤس فكرة أن شعب أو قرية كاملة تجردوا من كل مشاعرهم وصاروا بس يضحكون تعبيرا عن أي مشاعر قد يكون أتعى السيناريو ممكن يمر على أي إنسان تبغى تبكي؟ ما تقدر أضحك تبغى تشكي؟ ما تقدر أضحك تبغى تغضب لأنه في قرصان كلب اغتصب أرضك؟ ما تقدر أضحك تبغى تبكي على ياسوي المسكين المعلق والمقتول؟ ما تقدر أضحك إذا هذا ما هو أتعس سيناريو أتعس كتابة لتجربة مؤلمة ممكن يمر فيها أي إنسان أنا ما أعرف وش ممكن يكون منك لله يا أودة منك لله طيب يا جماعة بخصوص القفز الزمنية اللي سوتها زوجة أودن اللي أرسلت فيها مومونوسكي واللي معاه 20 سنة قدام أنا ما أعرف وش ممكن أقول عنها ولكن أودة يا جماعة قدر يعالج موضوع السفر عبر الزمن بشكل جدا ممتاز داخل قصة ونبيس فاكهة الزمن ما ترجع للماضي فقط تروح للمستقبل لأنه لو أودة بيدخل في موضوع التلاعب في الماضي بيتصير حوسة وأفلام هندية كثيرة علشان كذا معالجة أودة لموضوع الفاكهة هذه كان جدا ممتاز ولكن بالحديث عن زوجة أودن يا جماعة أول حاجة إلى الآن ما حتشاف جثتها ثاني حاجة أنا متأكد ومثل ما توقع الكثير من الناس إنها تعرف أشياء كثيرة عن القرن المفقود البنت جاي من 800 سنة تقريبا فغالبا هي تعرف أشياء كثير عن تاريخ العالم وعن حكومة العالم وتاريخ العالم بكبره فأعتقد والله أعلم إن دور زوجة أودن لسه منتهى في الأنيمي اليوم ولا بكرة ولا بعد 100 سنة أنا متأكد إننا راح نشوفها بالمستقبل وإن ما شفناها جسدا راح نشوف أثرها والسبب الحقيقي لوجودها عموما يا جماعة عالم وانبيس من بعد روجر والوانبيس فيه نبوة جالسة تحوم في الأرجاء قليلين يعرفونها وأعتقد والله أعلم إن شانكس وروجر أحد القلة اللي يعرفون هذه النبوة أو هذه الأشياء اللي الناس قاعدين ينتظروها أنا ما ودي أستخدم شماعة القدر وأحط كل شي على القدر القدر أراد القدر شاء بس ترى فعلا القدر جالس يسوق لوفي ويحركه لوفي يمتلك صفات معينة خلته يوصل إلى ما وصل إليه وإن كان فيه سر مكتوب في لافتيل من ضمن الأسرار الكثيرة اللي غالبا موجودة هناك أنا متأكد إن لوفي راح يكون أحد الأسرار الموجودة والمكتوبة في لافتيل مش لوفي يعني شخصية مكتوب كتابة يعني شي عنه صفات معينة عن لوفي اللي راح يضار في المستقبل كيف ما كيف وشلون الموضوع صراعي بغاله فيديو كامل وتحريات ثانية ولكن نكتفي بهذا القدر من شرح موضوع القدر أنا والله يا جماعة ودي أتكلم أكثر وأخذ راحتي بس دخولي للمانقة للأسف أضطرني وحط لي خطوط حمرة مرة كثيرة ولا ودي أرمي تلميح بالغلط ولا أقول شيء أندم عليه بعدين ولكن خلاصة كلامي وإلى حد ما وصلت له في الأنيمي أرك وانه من أرقى الأركات إنتاجيا وقصة وأحداثا إذا لم يكن أقواها بالنسبة لها تطور واضح في الإنتاج والإخراج تطور واضح برضو لقوة الشخصيات ما راح نختلف فيه زوروا وتمكنوا من سيف إنما المجنون سانجي وتفعيلوا لقوة جيرما دبل سيكس سبق وقلت لكم إن روبين أعظم أنثى فونبي صح حلو حبيت أذكرك جيمبي وإنضمامه رسميا لطاقم لوفي تدخل ماركو العنقاء يا حبي لهذا الإنسان يا أخي نامي أوسب شبر فرانكي يبلع ظنعطيتهم في سطر واحد بروك أخ يا أخي الهيكل العظمي هذا بروك مستحيل أن سأله هذه اللحظة فوانو لما كان يقاتل هذه العملاقة اللي كانها عن كبوت والله ناس اسمها يوم دخلته في وهم وخلته يتوهم أنه الطاقم وعايشين وأنه معاه ممدري وش يا الله الكلمات اللي طلعت منه وقتها يا أخي رائعة رائعة وتوريك أنه الإنسان هذا فعلا عاش على هذه الكرة الأرضية على هذه الكرة الأرضية فترة طويلة والأداء الصوتي خلى الكلمات اللي طلعت منه أروع وأروع كان يقول أنا أتألم أنا حزين وكررها وقال أنا حزين وعاد كلامه وقال أنا أتألم وهذا الألم يفطر فؤادي الكلام يمكن لما يطلع مني بيض لكن لما قاله بروك في ذاك الحدث يا الله ما أجمله بروك يا أخي والله بروك من شخصيات مفضلة في ون بيس لا محالة واعتقد أنه بروك عنده أفضل فلاشباك بالنسبة لي في ون بيس إلى الآن أخ اللي بقول لكم يا جماعة أنه بروك شخصية مرة مرة أحبه لها معزة خاصة جدا بالرغم من أنه مجرد هيكل عظمي عموما يا جماعة أشياء كثيرة وعجيبة ورهيبة حصلت في هذا الأرك ورجاء لا تخلوني أتطرق للسلبيات لأنه خلاص الموضوع صار بايخ كلنا نعرف أودا وكلنا نعرف كيف طريقة كتابة أودا وتكلمنا زمان عن منظوري لعالم ون بيس ومسارات ون بيس مسار يهبت فيه أودا ويطقطق وما يعطيك أي جدية ومسار يعطيك فيها القصة والأكشين والكلام اللي جوته كلام غير أنه الاستيديو والتمقيط هذه قصة ثانية أصلا فبلاش كل مرة أشغلكم بالسلبيات والحوسة السلبية هذه ومن يعارف إيش خلاص طالما إنك وصلت لهذا الجزء من الأنيمي فأنت موليم بالسلبيات والإيجابيات وعباطة أودا حلو الكلام حلو الكلام أنا عارف والله يا جماعة فيه أشياء مرة كثيرة في هذا الأرك مفروض أتكلم عنها مثل كينغ وكوين وأتبع كايدو الثانين كمان ودخول البقمام وتحالفها مع كايدو مكافآت الطاقم واليونكو وقدماء القصة سينجيكو والمجلس اللي جلس يسولف فيه عن التاريخ سواليف كثيرة يا رجل ودي أتكلم عنها صراحة بس صدقوني دخولي للمانقا حطل خطوط حمراء كثيرة ولا راح أقدر أخذ راحتي في الكلام أكثر من كذا ولكن تأكدوا كل شي ما تكلمنا عنه اليوم راح ييجي اليوم والوقت المناسب اللي نتكلم فيه براحتنا ونبحر فيه إلى الندوه عموما أنا دخلت المانقا وأحب أقول لكم كلام خفيف وسريع قبل ما نقفل وانبيس بالنسبة لي شيء عظيم كأنيمي وبعد دخولي للمانقا وانبيس صار شيء أكثر عظمة إيش قصدك يا وجيه الأنيمي أفضل ولا المانقا أفضل المانقا أفضل وبعشرين ألف مرة من الأنيمي طيب يا وجيه صوات ومؤثرات ورسم وتحريك وقتالات صدقني أنا كنت أقول نفس كلامك قبل كمسبوع بس المانقا المانقا يا لطيف حاجة ثانية وتجربة مختلفة تماما كشف أسرار وانبيس وبريتيم سريع وسرد رهيب بس هذا اللي احتاجه أنا من وانبيس فجرب تأخذ لك كذا كم فصل تجريبي منت خسران حاجة حتحرق على نفسك إيش حلقة حلقتين طوز جرب يا أخي ما رح تعرف أنه الشيء مناسب لك إلا لما تجرب جرب وانبيس مانقا مختلفة الكلام ذا قالوا لي إبرأ وقالوا لي زعزع وقالوا لي ناس كثير مرة وكنت دائما أقول لا لا أنا راح أتابع الأنمي واستمر في متابعة الأنمي بس والله لما جربت والله العظيم ما ندمت أبدا المانقا شيء مختلف تماما قبل أنك بترتاح من عبدو حريقة في أحلى من كذا وبترتاح كمان من وجع الراس اللي مسويه لك الاستوديو والتمطيط عموما إذا أنت من متابعين المانقا أحب أقول لك ترى راح يكون فيه انطباعات أسبوعية على قناتي في تويتش ورح نقرأ الفصول مع بعض مستقبل ونحلل ونسولف فيها والبثوثة القديمة للفصول الماضية موجودة على قناتي في تويتش تعال تابعني هناك وخليك معنا أول بأول وبرضو راح يكون فيه تحليل وسواليف على قناتي في اليوتيوب بعد كل فصل ينزل إن شاء الله عموما عزيزي الوجيه عزيزي القرصان أنا متأكد إنك ما راح تنسى بس الفيديو طويل ودي أذكرك صراحة لكن الفيديو وحش لو أعجبك وخلينا نفجر أم أم الفيديو لايكات على قولتهم من جد يا أخي شو أد حيلك لا تنسى إذا ما عجبك هالفيديو حط ديسلايك بس إذا عجبك حط لايك بلاش مرة بلاش وبالمرة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وتعال تابعني عن واقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب كل الأشياء هذه موجودة في صندوق الوصف كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم